وعدتكم أن أقرأ عليكم حديثاً من تفسير إمامنا الحسن العسكري يرتبط بهذا الموضوع أتمنى عليكم أن تقارنوا بين منطق العترة ومنطق مرجئة النجف الكتاب الذي بين يدي تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه وطبعة ذوي القربى هم المقدسة صفحة 283 رقم الحديث 157 إمامنا الحسن العسكري يحدثنا فيقول وقيل للصادقين يبدو أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان في الكوفة فإن الإمام قضى فترة في العراق في الكوفة وقيل للصادقين إن عماراً الدهني شهد اليوم عند ابن أبي ليلى قاضي الكوفة بشهادة فقال له القاضي قم يا عمار فقد عرفناك لا تقبل شهادتك لأنك رافضي هكذا أخبر إمامنا الصادق صلوات الله عليه قالوا له إن عماراً أخبر الدهني شهد اليوم عند ابن أبي ليلى قاضي الكوفة بشهادة فقال له القاضي قم يا عمار فقد عرفناك لا تقبل شهادتك لأنك رافضي فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه فرائص الإنسان جوانبه فقام عمار وقد ارتعدت فرائصه واستفرغه البكاء فقال له ابن أبي ليلى أنت رجل من أهل العلم فقال له ابن أبي ليلى القاضي أنت رجل من أهل العلم والحديث إن كان يسوءك أن يقال لك رافضي فتبرأ من الرفض فأنت من أخواننا فقال له عمار يا هذا ما ذهبت والله حيث ذهبت إنني ما بكيت لأجل هذا الذي أنت تقوله يا هذا ما ذهبت والله حيث ذهبت ولكني بكيت عليك وعلي أما بكاء على نفسي فإنك نسبتني إلى رتبة شريفة لست من أهلها زعمت أني رافضي ويحك لقد حدثني الصادق عليه السلام أن أول من سمي الرافض السحرة الذين لما شاهدوا آية موسى في عصاه آمنوا به ورضوا به واتبعوه ورفضوا أمر فرعون واستسلموا لكل ما نزل بهم فسماهم فرعون الرافضة لما رفضوا دينه الرافضة الذين يرفضون دين الفراعنة هؤلاء هم الرافضة فالرافضي من رفض كل ما كرهه الله تعالى وفعل كل ما أمره الله فأين في الزمان مثل هذا فإنما بكيت على نفسي خشية أن يطلع الله تعالى على قلبي وقد تقبلت هذا الإسم الشريف على نفسي فيعاتبني ربي عز وجل ويقول يا عمار أكنت رافضا للأباطيل عاملا للطاعات كما قال لك كما قال لك كما قال لك من أنك رافضي فيكون ذلك تقصيرا بي في الدرجات إن سامحني وموجبا لشديد العقاب علي إن ناقشني إلا أن يتداركني موالية بشفاعتهم موالية يعني محمدا وآل محمد وأما بكاء عليك فلعظمي كذبك في تسمية بغير اسمي وشفاقتي الشديدة عليك من عذاب الله تعالى أن صرفت أشرف الأسماء إلى أن جعلته من أرذلها كيف يصبر بدنك على عذاب الله وعذاب كلمتك هذا هذا ما أخبر به إمامنا الصادق فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما يحدثنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف لو أن على عمار يتحدث عن عمار الدهني من الذنوب ما هو أعظم من السماوات والأراضين لمحيت عنه بهذه الكلمات وإنها لتزيد في حسناته عند ربه عز وجل حتى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف مرة حتى يجعل كل خردلة منها أعظم من الدنيا ألف مرة هل أحتاج إلى شرح أو تعليق للمقارنة بين منطق العترة الطاهرة في تفسيرهم الشريف هذا وبين منطق منطق الوائل ومراجع حوزة النجف من مرجعة الشيعة ما هي القضية واضحة وبينة ولا تحتاج إلى تعليق طويل نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقرنة